اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا لكم لا تنفسك في القناة حسنا فقط نحن نقوم بعملهم في سيريا فتح في إطارة الوزع يجب أن تجدون فنائر ومهدي مزين وبيلال أفريكان نحن نعلم بمثال أفريكان كم يريد أن تعرف النجاح بعض العلاج مع مهدي وبيلال أفريكان ما هي علاقة مع بيلال كنت تتزد في مدينة الطنجة ويجب أن تجمعون الآن مجمعوني وأصحابة وغيرتنا في الفن كيف أولاً رأيت علاقة مع بيلال أو اختمت معه في المشاركات؟ كل شيء، أول مرة جمعتنا وبيلال جمعتنا بالعمل للعمل كانت واحد من المشاركة جميعنا ونحن نسجلنا صافي، إذا قمنا بالتحديث مع خدمة ومن بعد عدتنا قمنا بعملنا فقد أصدقوا محاولة وقمنا بكثير من المشاركة قمت بكثير من المشاركة أو تشاركة كثير من المشاركة وليس لدي عدية طنجة وليس كيلة ديما هابط وصافي وليس كنه ودخل الدار ديالنا دخل الدار دياله لهم فمتي وليس بحل كتير من العائلة أيوب أفريكانو حتى هو الخوذي دائما عندنا في الدار دائما عندنا في الدار فهوحد العلاقة التي كتير من الخدمة وكتير من الأخوة ذلك كشي عليش كتبان في الكلابوراتيون لبيناتنا فمتي فيها كتير من الخدمة إذا يغب لمن دول الخدمة دي بالأفريكانو وليانها وخدمتها بكل شيك يعرفها الأغاني اللي كانت تقريبا اللي كيفما تقولوا داربين في السوق وما من ديال بالأفريكانو لأفريكانو عندو خدمة وعراء لكالي التواعر الأفكار وعرين توزيع عالمي فمتي من أحسن البروديكتور اللي في مغرب تحيي كبيرة آخر أغنية قدروا نقولوا لقات النجاح بزافي في الأغنية زاكري غافولة اللي كانت من البروديكسون ديالو لا 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 ماشي هو هو أيوب أفريكانو اللي سجل اللي اللي في الافوة في الافريكا في الستوديو وكانت تسجيل كان في الافريكا ما هو زي عم ما عرفت شكل موزع اللي هو زاكريه تحيي كذلك زاكريه هو ناجح بالزاف ويانب في نفس الروح اللي كان في الأغنية ديالي فمن هناك تعرف بنا المغربة وشعب مغربي محتاج شوية الشوية للأصالة في الأغاني في حالة اللي كانت زاكريه الغافوة اللي يحبونه الأغنية ديالوية اللي هل تتكلموها من دباشوية تيات قريبا في نفس اللوتام أغنية فرحانة وأغنية حزينة أغنية حزينة ماذا عنده ضمارة طيفية أو كيف شوية لا أبدا أنا أحد الحالة تدخل في عمني كنت عرفت شيء لا أحد الحالة تدخل في عمني كنت كتب وكتلحن وكتسميت وصافي كتبلي خرجاتي وكتبون أغنية حزينة حزينة وكتبون أغنية ذلك التي لا يتحدث من أن نفسك لكن غنية قادمة ومن الموجودة تدخل في نوع أختيارات عن أغنية السيري وإنما يكون أغنية الشيء كانت تحتاجون من أجل المختلفة السيري إن كان لدينا أقعد أغنية خارجة تستطيع أن أغنية ترامية ويصفها للعود فهم غريبيا اظهلا شوف انا كيفما يعرف الجميع يعرفوني الناس ملحن فهمتي خدمت عندو زين خدمت دابليو خدمت كينو المكينة شوكي الموجه الدوزي الناس عرفوني اطراف هذا الاعمال وقليل اللي كيعرفني الناس اللي ملمين بالضامن فهمتي الناس اللي في الضامن وما اللي كيعرفون مديمو زين انه ملحن وكدا وكدا فما كيعرفوش انا انني كنغني فانا محتاج للشي حاجة اللي تخلي الناس يتقوا في القدرات ديالي كمغني فانتي وماشي كملحن فانتي كيفاش ذوك اختارت هاد المورا سيري سيري كانت كلابراسيو مع بيلال في الالبوم ديال بيلال هذي بالنسبة لي اه اول اختيار زعما بقعدوك المعايير اللي بغيت انا باش نوصلي الصوت ديالي للناس فالحمدللله الى دخلتي اليوتيوب ولكومنتار اريدك شي كفرح بزاف وكنقول الناس شكرا بزاف على التفاعل ديالو مع الاغنية ولكومنتار على الدكتلاجات ودك شي كامل اه فرحا بزاف 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 ديالو ماذا غادي ندعو على القادية ديال كيفاش نعني انتقلتين من تلحين وماذا تخرج لبروشت ديالك بزاف انا مش انتقلت من تلحين باش لا باقي تلحين باقي تلحين نمو لحين وعمري ما غنت تخلي على تلحين وباقي كنين اعمال خريف تلحين وإلى جانب تلحين كين الغناء كين الغناء اللهم بعد الاغنية ديال بالافريكانو ومعك مادية ديال السيري جاءت الاغنية ديال ياويلي اه هاد الاغنية اللي خرجتها في مدينة طانجا لماذا بالضبط تختاريتي مدينة طانجا ومختاريتي مدينة اخرى طانجا كيفما كتلك دبا بما انك هنا العلاقات ازعمان مقرايبة بزاف مع بيال ومع طانجا السيري بتعلق اي حاجه في طانجا تتفف الكليب الاخر صورتو في طانجا مع المخرج الرائع أردوان أقل عيم اللي هو اللي كي يخدم المسلم هذاك قدروا اسمي ومخرج المهمات الصعبة مخرج المهمات الصعبة تحية تحية لي مخرج وارج بارك الله علي وما زال ان شاء الله كنت تعاملت معه ان شاء الله شفنا دايوه في الكليب يعني شفناك تبارك الله أخويا كتصوق الهار لي وكتصوق ذلك شيء؟ الله ما كان عارف نصوقه فيه لا بجمين نكذفش عليك واجمين نصبوش على الناس علموني لي ذلك ساعة لا لا تعلمت لي ذلك ساعة علموني تحييل محمد مجدي صديق ديالي اللي هو مولدك الهار لي واللي يساعدنا بزاة في الكليب علمني ذلك ساعة الانبرياج هكسيري كذا كذا ساعة ديالي اللي هو مهزة في الكليب صديقه مهزة حتى كانت واحدة الهبطة اشقق في حد البحار فمتلك اللي هو مهزة لا تقلقين لك الموتور انا كانت لدي مرزوانين حتى الطريقة الاخراجة في الكليب كانت لديك تغني في واحد البلاسة ومعنى تكون واحد السيناريو هذه هي بين الكليبات كليبات المدارة كليبات المدارة ولكن انتخذتها بالطريقة ديالي سوف نتشاهدك في الدين سطنجا ومسخساك في تورناج تورناج بعد مرات تشارك الصباح صراحة نعم على الحقيق في تورناج سوف نبدأ بالك ما كيز تعتني من ذاك شي ديالة ومجرد كما كنت من المقتل لانا كعرف لا تكون شركة الانتهاج منك يكون شي من تيجر فكتكاتل بشتركات التوارسة ولكن يقولي منك كل شي طريقة يتحرك كل شيء، يتحرك كل شيء، تعافي كل شيء، بذلك، طبعاً، تحرك تتحرك في الصورة والطبع، ويجعل هذه التعاون بشكل كامل، لأنهم أعرفون أنه لا يوجد أن تكون هناك إنتاج أو شيء يخلص، يجعلون أن تحركوا كاملاتنا، ومن ثم يدعون أن تتحركوا مراتيات أخرى كيف أكثر؟ لا تريد أن تقول هذا القضاء، قال الفناني يفوماك أن الأغناء التي يخرجون في فناني القلال لا تكون من الإنتاج كيف ترى أنه لا يوجد إنتاج لشباب والجول الذي يغنيه أو يجب أن يكون شخصاً بشكل جيد كيف يجب أن يأتي هذا الدائم وكيف يجب أن أعطيه للناس؟ لا أعرف أنه بالنسبة لي أن يكون شخصاً بشركة الإنتاج لأنه يدخل من ذلك الغناء وهو شخصاً الذي يدخل المال سأقول لك أنه لا يدخل المال إذا بدأت تعمل فإن تستطيع أن تتعمل كبيراً ولم تكون محتاجة إلى شركة الإنتاج الشركة الإنتاج يحتاج إلى شخصاً من المال الذي يبقى لا يقول لك ستار من المال ستار أن أدف إعتقاد لديه لا يوجد أن يحتاج إلى شركة الإنتاج إلا إذا كانت شركة كبيرة التي ستعطيها فالور أجود سنو لا يحتاج إلى هذا هل أن ترى أن هذا ستار مالحي في مغرب أو أغير بعض المرات أخيراً كان يحضر أحد الأخير أحد أذكر أن هذا ستار غريباً في مغرب هنا يلقى ستار يستطيع فرؤية يستطيع فعاله لكن السستار ليس مكان بأصدق ستار أنه لديك ستار ليس لك ستطع مكان بالتأكيد ستكون ستار ستكون ستار كيف أقول لك أنت تخدم أغنية لك دائما لا يعرفون أنه حتى في الدراسة لك فأنت تقوم بعمل لودوفيزيال هذه مزافة الجمهور لم أعرفها كنت تقوم بعمل لودوفيزيال وأحد الوقاية أيضا استعملت في الكثير من القنوات وأحد الوقاية فأنت تقوم بعمل فن وعمل موسيقى الموسيقى وإذا قدرت أن نوفق مبيل الغناء والتلحين رعانا وأنهم بارك عندما تقوم بالوقت نعم تبارك الله أنك مؤهلات لكي أدخل المجال فني ودرجة أنت داخل أصلا كيف ما تقوله من أوسع الأبوب ديالو كيف ما قلت عرفوك الجمهور عرفوك أنك بصفة ديال ملحين ولكن قبل الملحين أخرج يوحد الأغنية ديال الخريج زربتي عليها زربتي عليها خلتيني نبغيك ودايب فهو هذه أغنية صحراوية وفدرتها في الامات لك كان قرار لودوفيزيال نيت في العام الأول أمني بديت كان تعلم اللوجيسيال وكذا ديال الارانجمون ديال توزيع وديال فكتبت أغنية ولحنتها ووزعتها بإقاع سحراوي بريت من كلمات سحراوي ما قلت لك توقع المجال في ديال الأغنية في ديالوقيتها وفي ديالطرفية أنا بالنسبة لي ديالساعات شي اللي بغت نقول لك قبل ما ندول ديالتجاريبة ديالتلحين كان كي حساب لي باللي الأغنية صافي لصوبتي وحطتي في يوتيوب خستك تقلص وش مقاعد تسنى فيها وكذا ستنجح أو لا تنجح فهمتي؟ من اللي بدخلت للدوميند ودخلت للتلحين وخدمت مع ديالستار وخدمت معه وبدأت كنعرف بزيال المنطلقة وطرق ديالتفكير بدأت كنفهم بأن الأغنية ماشي البرودو بوحده اللي كان مزيان وغين نجحها فكيني بزيال اللي فازك مورا البرودوكسيون كي خسك تخدم عليهم تعمل هما اللي كانت كنت علمو مرة 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 كنت علمو مرة مرة محتمونا على الدفع فالأغنية ديالويه عملنا مرتبطة جزیال المغنيين وفناد رقيهم زوهير بهاوي حيني الخضر حيني الخضر شكرا لها بزياب وشكرا لها بزفف وشكرا لها بثفف وشفت الي هذرا اللي ادرت عليه شكر على البيتصد تجعكني هذرا اللي قلت البار عنك قلت لي أنه وفضل عندك لما خسره الاولو وmandت تجلبه ولم يقلقها ليه بالصح أي ام بالصح ها؟ صحب وبيت ادريد استعماروا اطرن اذا؟ اذا بجلد انا صحبي احنا ختمين اصحبي لقد نسنعوا هناك تجلبه ومعرفتك ها حزا se تغني بها مقاطعة ممين او تغني بالشريق؟ على ما بغيت انا ضيف عندك هي ليحلةerschامر مصابر إذنر تبيك ستاجرى отправّهم سBB or ستسمعك أقول كيف أتعجد انظر idian و السباق شرقة س أتتعجد انت استعد التعني البيض لضع البيض què مش أغني منzع ب mornings هذا في طرق طانجا يوم لك ووجودك يشفي مابيع دلني طامع هذا انشاء محب وش بلق نجاية سوف نقول المستمعين في اليادي مزيين في حترق طانجا بغيت نعود المغامرة التي كانت بهاك كنا في مدينة طانجا كنا في استوديو عند بيلال وكان بيلال كان ايوب افريكانو وكان احمد شوقي تحية لي ما قلت لهم؟ قلت لهم ان اخرجوا في القيطار فسيما قال لي لا فأنا سوف اخرجوا كاملين في مدينة كازا إن شاء الله في الطريق العودة في مدينة كازا كانت الأجواء غير غير ملائمة غير ملائمة إطلاقا غير ملائمة إطلاقا كنا سوف نقول مدينة كثير من عش كثير من عش ما يريدون حتى أجاب كثير من عشرة وانا أفريكانو يعني اطلاقا مدينة كثير من عشرة اجري ترى من الراقية واحد اشتا بزايف ما كنقدر لشوفو اهلو ايو بقى معي شويات شبقتي معي شوي وصاب شوي ناس شو اخوي وقلي شوني بالنيل طريق شايف فقط شوف الرباط ولا ما عارش لكي نقطة الوعي فجيت حداك القدام انا باش نشجعك ونعوان لك في سلاقات ابيت الحال نشي باش لنعسم زيان في الوقت شايف اقني وقل يا نود نوضا 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 ناني نوض راس فلنا وصلنا وصلنا اخوي وصلنا انا بان سبع شكرا لك بزايف اخويا لانك فهمتك تبارك الله عليك تسوق مزيار انت والله يلا تبارك الله عليك اذا ما صارح حالي انا طراق ركنت بغيما كانت شاو بعد المرات ما كيبانش ما كيبانش اللي جايه اللي غادي هذه نصيحة لقال الناس اللي شادين طراق غير بشوية للمستخدوب الليل تكون طراق صعبة شوية صعبة بحقية قد رجعوا للاعمال ديالك وقد رجعوا كيف ما قلنا دبات جبدنا احمد شوقي عملت يا روقتي تعاملت معا في التونامي لا موعده كů أيضا عملي في التونامي كنت اعمت مستخدمة صعبة لإرضانيه في الالوال صافي في سين Ara و اعطت احدا مجارية كبيرة وزع هذه المنتج العالمية ما ضربت買ت لك في اذين سين كنت ابقى يعني في البداية ديولي ساعتاشر سيانا اختيش عردوان فعطاني التقيقة دياله وانا ما زال ما عندي زعمشي بروجيات لي وعرين فتحيالي مهنا فيك اشعرف سر النجاح ديال على اغلق يعني كيفما قلت فضلاج لي باقي صغير انت الآن الامل ديالك يعني كانوا كما تقولوا كانوا ضربين في السوق الاغنيات هذه اللي اسماء منور عنده الزين اسماء منور قبل بعدها ماشي رجولة ماشي رجولة وعنده الزين بنت الوقت ثلاثة ديال الاغاني اللي كلهم الحمد لله نجحهم على الفنانة الكبيرة اسماء منور كانت معك تعلاقه سوينة من اسماء منور تبال اخ دياليا ياسي اللي كوجهوا للتحية منها التحية كبيرة لهم بجوجه وتاسماء منور من الناس رجل كش في الانستغرام من اللي درلي فيديو ياسين الشكر اللي تواب زدب ياسين واسماء من الناس اللي تقف في الموهبة ديالي بقي هنا ما كانش واسماء منور واحد الحاجة اللي تحسب لها لانها قدمتنا في لقاء تلفزيوني وبقي ما خرجنا التعامل معها تشجيعا منها لنا فهذا لمشي اي واحد يقدر يديرها الا شي واحد يبغي لك الخير يزعمها بزاف فهمتي كيفاش لانك شكرا اللي انا كنت بورج دياله وكنت بزاف لا سي فغير لانه كتفرح مني كتشوف انه فينا نتي بغي عونه يعني لجون لي الله باديين ذاك صحة طريقة ما مش عادية فهمتي يعني انسان بحلا لا كيبغي اذاك شي اللي يقدر يديرو معاك كي يديرو معاك فهمتي بقاع الوسائل فهمتي كيفاش لانك شكرا اللي بزاف من القلب تحية لك بيرا وايضا بالأعمال الزوين اللي درت يوم حتى هي هن قاتني على الأغنية وقتليها من زيانة والأغنية طريقة حال انا دائما كسمع النصائح دياله واسفت منها بزاف ستوديو يعني واحد الإنسان اللي كت عارفة شنو بغا فهمتي طريقة العمل دياله عارفة شنو وشنو خصنا نديرو وشنو خصنا فهمت قد ضيع الوقت فهمتي نيشان كتجيب طف طف ضنك انت تتعلم منه ما ما هتخدنه عندك والوية غا تعتك فهمتي تحية كبيرة الاسماء من ورطة بيت الحال هي فنانة كبيرة وعند الأعمال دياله كلهم زوانين أيضا بين الفنانين اللي تعملتي معاهم بين أغنية لواري صراحة كتجيبني بزاف الأغنية ديال الموجة الأغنية ديال الموجة فهوحدة الحين معرفش اخوية ما فهمتش تلك الأقاية هو كنت جايع ولو كيف يفجج لك اللحن ديال هذيك الموجة بهذه الطريقة واغنية الي هادة أو لكل اللحن دياله فغير ما ما يمكنش تكون في أحد الحالة ما فهمش تكون في أقشور أو تكون في شوون أو في بلاسور تكون لديك شيء مشاكيل بعدها لا اسم فغير منيش تلك الفكرة ديال الموجة لانه انا عشتك من كل أغنية كتلحنة دروري يكون عندك كما تقولي واحد الحالة كيف تقول ذلك؟ نستطيع أن نكبر لك الموضوع مثل الكلمات في الحالة عندما يأتي الكلمات الملولين و تلحنهم تفهم ذلك الكلمات و تفهم ما هي الفكرة و تفهم الأساسية ذلك الكلمات و تتعرف ما يجب أن تصل بهم لا تقوم بالخصصة كيف تحاول أن تقرب أجل الناس نحن لحن كلمات عندما يجب أن يكون لحن كلمات و تحاول أن نحن لحن أي شيء و نجربهم عادي و عندما يجب أن نضخموا الناس في الأمر يجب أن يكون لك و لا يوجد حالة و نقول لك الله و تتكلم أنك تخصي الأغاني لك فلسكي بعدك شوية أنك تلحن طبعا الحال هذا بقي لديك بزاف دي لبعض الفناني كتلحل لهم بزاف دي أعمال والشريكة تقدر زمال جميع بيناتهم جورج تقول الأغاني ديالي و لاك أغيار ديالي وأمام طوراني قدر أن نخدم واللحن الفناني آه بيانسور وكيفما كنت لك بعدها أول 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 حاجة هي أنك أخدم أوتو بروديكسون لأنك إذا لم أخدمت لأخرين لن أجد أجد أن ينقل لأجد ذلك لن أجد أجد ذلك هذا أول حاجة والتاني حاجة تلحين واحد الباسيون إذا لم أكن أرتاح فإذا لم أخدمت مع أخرين لن أجد أن نرتاح وإذا لم أجد أن أجد أن أجد أخرين ناجحين بالأعمال ديالي لن أجد أن نرتاح نسألك أحد سؤالة مهديدة بنتي ملحين طبعا الحال وكيف تدري الأعمال ديالك تبغيش نهار ما تنشي أغنية تغنية وما تكون بالحانة نعم نعم لذلك كانت أغنية واعرة وعجبتني لماذا تغنيك لذلك أغنيك لأنني أغني أبو أحد الخدمة تقنعني فأنا صعب حقا لأنني ملحين فأنا كانت صعوبة وما من الأعمال كانت أعرف أكثر في مغرب وإن شاء الله لقد جاءت الفرصة من الأعمال أعطيك بلايذير من الألحان نعم أعطيك أغني أعطيك أغني أعطيك أغني أعطيك أغني ، ما هي مهدين موزيين الرجل في الفمتي الرجل الذي يتحرك أغنيه رجل أحد صارتهم لا أريد أن أتدر حتى أعطيك أغنيتك وكيف كانت تحاول مع ديتجيفان لأنني أدرت أن تستطيع أجلت أن أصدار وإن شاركت بزاف هذه الحفلات أقدرني إلى جوجة أعطيك أغنياتك 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 بالنسبة لتعامل مع أغنياتك أغنياتك كانت أصبح أحد في مهدين هل تستطيع أن تكون هناك مستقبلة في المسارة الماضية؟ بالطبع، كما قلت لك، أنا أحاول أن نفرق ما بين الغناء والتلحين فأنا في الغناء، في البدايات، يعني في البدايات، في البدايات، كنت تستعمل ما الذي سنفعل البروشيات مع حنان ومع فان لذلك، بالنسبة لي، هذه أكتاقة كبيرة، أعطاها لي حنان وعطاها لي فان ما الذي تعاملنا مع بضياتنا في ذلك البروشيات وأنا فخور به، وأنا بقى دائما فخور به، وأنا أقول لهم شكرا بززاف على التعامل معي ولكن أخي، كنت في ناكرة عشيرة، فمشي، ذلك شيء من نجير، وذلك المضاعربة، وذلك، ذلك، كنت تتوقع الواقع المعاشر؟ أشوف أنا بعدها العربية، أنا كنت أموت على شيء حاجة سميت على العربية، ودائما كنت في العطلة، بعد مرات العطلة الصيفية، كنت أدوز مننا واحد الابارتي في العربية، ويجب أن أعزيز عليهم، لكن لقد انتهت الأسهل في ذلك البروش، وكان البس تربوش، كل بس فوقيات، واسمية، والترازات، وبود، والعيبان، والمشارب اللبن، كان هناك شيء عادي، شعرين، كنت أصبت أعبيه، بس صح، في الكليب لقيت راسي مزيان في ذلك القتراسي هو داكسيد اللي كانت كنت نقرع لي حانا وما حانا نعوتا نراه لكن بلاتي بلاتي يقول لي في البداية دي الأغنية كرس معوديك الموال دي العلاها يا قلبي اللي أبخين تقدر لي واحد الكوفاق ديال هذه كانت الفكرة ديالك؟ هذه كانت عندي فكرة من قبل من قبل البروجيك كانت عندي فكرة ديال أنني كل مرة مقال نأخذ أغنية من تورات المغربي سواء شعبية سواء ملحون سواء اي حاجة من تورات الكبير اللي عندنا في المغرب ونشتناه نعود ان نعطاها شي روح جديدة ديالي فمتشي شي توش ديالي مثلا مع شي موزيع فبنسبة للا ولا بتوزيع ديالي ولا من مع شي موزيع فبنسبة لعلاقي على هيكل بي شتنا بلال عطاها ديال ديال راح قلسنا نو بلال فيمتشي في ستوديو واحد المرة بدينا نجربوه فخرجت لنا ديال 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 وكانت تطع المنفمتيني مانديرن وفي الروح ديال تمغربين فهذا دفعني من اللي عجبت الناس فعني ما زال كان وجد عوثاني شي حويجات خرعين عوثاني خليهم مفاجأة أغاني عوثاني من التورات من اللعبات كان وجده فيهم تعمه باش نقدمهم للناس وحده بوحده إن شاء الله إن شاء الله ولكن عمل دبان جحر وصلت قريبا كتار من تمني المليون ديال المشاهدة في يوتيوب آه قريب التسعود قريب التسعود ديال مليون ديال المشاهدة قريب التسعود في الناس ودائغ أنت مدين بالناس قدروا أنه يحكم الصداقة عليك الجمعانة أنت في الستوديو يعني كتركز لده كل ديال صغار كتبغي تشي حاجة مزقلة وبعد مرات تقدر تعود شي حاجة بزدد المرات تغير بشي خرج مجيش دك لعبادي الصعفي آه دبائلا بعد مرات كل لك كان شي واحد مثلا ما 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 عندوش مع زمان ستود لحياة ديالستوديو دك شي كيجي دك شي بحالة ما كان بحالة ما كان ديروالو فهمتي كيقول لي رأى ما كانت فرق رأى يا دراهيات ولكن هناك يبقى لي الفرق فهمتي بحال شي مصور كل واحد ضمن ديالو فهمتي هذا كذلك كيف ما قلت لك هذا كنسي متعب ذاك شي دوك لدي طايب ذاك شي دوك هي المتعة ديالي فهمتي ذاك شي علاش كيكون كيخرج ذاك شي متقول الحمد لله عندما ما خاص روالو حدنا نخدر مهدي موزيين وديتجي فان أغنية أخويا في الأخير كيسمعو ديك في الأول كيسمعو وا معدي وا معدي شكو كنت يقولي شكو كنت جايتلك في حلقة شكو كنت جايتلك هذه أخويا دارها ديتجي فان دارها هو بصوته ودارها فهمتي باش بيتشاة والناس كلهم كيسولوني فهمتي كل شي كيسولني كيقول يا شكونا ديكو شكو كنت أقول لهم مرة ماشي حانا ديستارة أحارة ديجي فان داك تحييني ولي قد هذا لكن كنت تحكيني في الكليب باتي يا أخوي مكسل وديشد واحد الكو يردعون فهمتي قلت لك أنا رأيه قلت لك صاحبيرها العربية فهمتي ذاك ماشي غريبة عليها جايتني أنا عروبي فهمتي عروبي إذا لمشي العربية نبسك شي كده وأنه اللي مدى هدرا معاهم تخشى معاهم فهمتي كانوا منهم فهمتي كيفاش ذاك كل هذه مزايا في اختيارات ديك الموسيقية كنت أعرف هناك كتباتة بالزافة هذه الألوان لن تقول لك يعني كينه واحد المجموعة اللي كانت يجبك بزافة مجموعة دي الراب مجموعة دي الشوكة شنو علاقاء بمجموعة دي الشوكة بحكوم أنهم شنو صداقة لكي يجبت معاكم منها ام آب الشوكة الشوكة هذا قبل ما شكلها موسيقية اليه مدارة المدارة كان دخول مدارة و كانت على فلوت و كانت عادة في البدائي و كانت عادة في البدائي و كانت عادة صحة و كانت عادة أفل بزيارة من الدخولات الموسيقى نريد نقرار في الفترة ديال تفرقنا في مبغيناش كان عارفه بعضياتنا تفرقنا في واحد المدة طويلة اللي في ديال ديال سميشو ديال الاخر ديال البتدائي والإعدادي وسميشو عودتنا قيلنا في اليساي ديركتو مو ندخلنا في الموسيقى فهمت لقنا راسنا بجوجنا كان ديروا الموسيقى واتا هو كي دير الموسيقى كي رابي كانت عندي واحد فرقة واحد أخرى هذي كالساعة مدارة من بعد تعرفنا على عيسام حتى هو هالفلو انشelin elekuوا معيك kurt , كل نهار انوشوكه قدروا يوميا 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 كانت كنا يتشاور معهم أي انهم كان نشاور معي أحد فهم شي فمو واحد Finger Kupe اللي كنقول بانهم من أحسن Pin Как didn أحسن كيف المغرب. قدروا نقولوا أنا قدر يكون شي حاجة بناتكم هنا القدام شاء الله ممكن. بيان سور أنا قلت لك أنت لقاو كل نهار دونك. دكتوف أمرأسك. إلا ما كان شي حاجة رأى ما كنوالو. نقول لك رأى من أحسن أحسن ذك شي اللي عنده بقي مخبي يعني إلا خرجوا كامل. أما كنظنش بقي شي وعد غادي. لا لا لا. ما هو نيفو ديال تبارك الله غادي مزيان. موسيقال موار يعني مختلفين على بزاف ديال مجموعة. نفسه عندهم واحدة سيئ لهم وحدهم اللي ما يقدر عليهم فيه. تشوا واحد في المغرب كنقول. إذا بغت نوجه واحد تحيال واحد سيئ. كعجب الراب بزاف اللي كعرفك مزيان. اللي هو خوك صغير. ياك؟ خوك صغير سيمادي. بغنو جولي تحيال. أي والد. وليد تشاوره واحد الرابر اللي مزيان. ودرالي شوكا تشاوه. كي تنبأ لي بمستقبل في الراف. غير هو بقي شوية الحال إنه قراءة وذلك شي. كي تشاوه في المجال الفني ومجال الموسيقي. وغير هو يعني في واحد سيئ آخر. هذا هو اللي كان. وعيش معي في الدار. وهو بيأثور فان ديالي. ولكن ما كيعجبوش بزاف هذه السيئ. فهمتي؟ لذلك ما متبعش العالم ديالي هنا. متبع الراب. هو الراب كي تبع روابا كي تبع كل شي. بالحق فان ديالي. واخوة يا رأخوة ماشي فان ديالي. تحيي الوليد مزين. سوف نتعلم بأحد المسؤولين خفيفين. سوف تجلبني دغية ماذا؟ فهمت أسئلة تقدر توقعها. سوف تسمعها آخر حاجة. صافين؟ بعد ذلك سوف نسمعه لك. أخير المساج جاء في التلفون. ما الذي يصف تقولك؟ هذا هو من ردوان أقلعي المخريج الواعر 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 الواعر. صحبي الفوغوس. تحييي المادي أقلعي؟ ردوان أقلعي. ردوان أقلعي. كتابلعي أمافي. كلا كتاب. ولكنني تروح في التعامل في الأغنية و زودني. سوف تحول أخراها. ل 식 موافض المخريج أيضًا. أخير مرض. ؟ لأن الله تعلم بك. لا لا اعننا المصنون لانان ذات ن Wide Rp. لا 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 نعننا المصنون لدي المصلة. يعني لكي أعرف tabletة بلما عند الذي له هناك. لا أعجباتك من غير الأغاني أغنية مغربية مغربية هي حبين وزكريا الغفولي أغنية واعرة فيها مغربية فيها الكاليتة الكلمات الألحان تحية لزكريا الغفولي أخر واحدة قلت إليها يا ويلي آه وقلت يا ويلي آه يا ويلي آه لا أمك أمك أخر واحدة قلت إليها يا ويلي آه أخر واحدة قلت إليها كنت جاءت مرهد واحد ما شهور ما شهرين دابعت ما نعلم مهم قام هذي الأيام وما يشيبك أفضل اخر واحد سلوتي فلوس فلا تدعوش لك ممكن ان اردوها على الهواء مباشرة لا لا اردم لي الحمد لله اخر واحد يصيب علي بقافك الحال قلت انني انتظر فيه دائما كنتوقع عليه كنت نفاعل مع شي واحد أو شي حاجة فنتيني بعد مرش مع الصباح كتكون مر الله فايقه كان تعصب شوي بالحق كان كنت أخر واحد تقول لي اسمح لي آخر واحد تقلقت عليه واخر ما هدين تبين الفكرة بكتير ديالك زي ما ضريف وزوين لا انا ضريف وورا هتشاء لاش كيش تدك ذك اللي ما ضريف شراء ما كيش تدوش الحساس اللي كاش ادرع لي انا دائما كاش وقع لي فمشي كان ادرع مع شي وعد بشي طريقة ماشي يدي قم بعد كندم وكان شي كنقول لي اسمح لي وكان طلب من هنا فلونطان كنت مغرب كامل اي واحدة متعاملتش معه مزيان شي مر يسمح لي والله يتقدر اي فانا بلو الله اعطينا لكم موانت هايقولو لك هايقولو لك وينو وينو اخر مر بك اخر مر بك في امادي بكيتي بكيتي في غاية ما من قلب اه بكيتي من قلب يفادل اياماش فادل اياماش بالحق ما ما نقولش لك علاجة الامات قضية عندك بخارج هاي 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 الامات الاخرازة ما كينكوش بشخصي ما نقώνها ايام مشي مشكيه لا uh اخر المرا كدب ميحкв كدب بايضة كدب بيضا metropolitan ما بدอนock cidade خرجك ميرسى ضحك بتفية ايام czym كدب بايضة اللي ايام ديبيضة دائما نكتب كتباتش بيضان هنا دائما نكتبش على الكهة معاما دار البارح كنا هنا هنا ونوه الفلو كنا هنا هو في برشيد بقى في برشيد و احنا مشينا كلينا بسمية شو في نعيه طلينا قلنا نجنة درجو قلنا نجنة كلينا شي بسكوية شو دائما طلقينا على بعضياتنا احنا بعدها في ساعة الحياة ديل ترونت سي سنيت ديل برشي شونك دائما في الساواري ديالك مهدي سبب كلا يعملت على دائما في الساواري في الانتراهما كان عيد لك بالتليفون تقول خوية لك تفلاصة على الحياة ايه اخويا دليامت لم تطلق شوية حقا لا ترجع هذا مشكلة عندي كانت قاعدة الوحدة 15 يوم كنتجيش في الدائما وكانت نسافر عاو كان بقناة كل عاو كاني بالليل تسميش في الساوديو وكان مكيناة لك تأكل بزاف حلو شوية لكن كنا قلت بثاف مؤخرا لي مع الويدة عندنا طبيب وكذا يرتاح عليها واني لديه كولستر وطالع شوية فما بقى كنا قلت بشيء عفاعده هنا يعفع ذلك شي كثير ولمكلب الليلة ينقصها شوية لم حافظ لانه تسبب اعني كنت عود في الصوت ذيه لا في الموسيقى هذا الا من تفل الصوت لماذا بعدها اصلا لماذا لماذا كنت ؟ وقع عندي واحد الكر شوية بقى كان نحاول نطايف معها شوية ووشي تريني معي اخويا مرحبا لك مرحبا بي كين بيسين كين مسائل كين كل شيء ها الحياة السعية يا الله يلا مشيو اخويا مرحبا بشنا غدي نساليه كيف ما تقوله برو ترمينا برو تير نساليه حلقة ديانا غدي مطابعة حلق سنا جي نسمع الصوت ديالك تقدر تريني لنا الاغنية ديالك جديدة يوي اللي اه كمسا نتوفو مجمو برو ترينيه على اخوستيك ديال مدين موزيين مرحبا لك الميكرو يا ميدي موزيين لم توقف نغني معك ولكن خسر لك الاغنية لا اخو ده راه تكو ده لا 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 انا نساحبها انا نجدك انت تغني اخو ده راه تريدك واذا تغني مزيين مجيان لا ده بقى ان المشكلة كنا اعرف اي من هتغني اه نحن اهتها لن ارى معا اي من ارى ما نرى بل اهتها نسمعا مدين موزيين يوي اللي اه مرحباً اللي هوك تمشي وتخليني ويا ناري آه ولمن خلاني لله قوله لوراني وحدي عايش في عذاب ويا ولي آه واني وخلاني صبري تقادة معي سلام حتى شعري شام كيف قدرتي تنسى كل عودك يا الحبيب الغالي نبكى عليه ولا لا هي من اللي ضاعت معاه اللوم على حالي انا ولا اللوم عليه عنده وسهلة يجرح في القلب اللي بغاه واللي رخص حاله يستهل ما يجرى ليه واللي رخص حاله يستهل ما يجرى ليه ويا ناري آه ولمن خلاني لله قوله لوراني وحدي عايش في عذاب ويا ولي آه واني وخلاني صبري تقادة معي سلام حتى شعري شام كيف قدرتي تنسى كل عودك يا الحبيب الغالي برافو عليك برافو 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 بزاف مهدي الصوت للك أخوة وعرف حال لاي في حال أغنية وحال فاش ماجيش تقشي صوت خارج بزيار مهدي الوقت كدو زمعك دغية ما سخناش بك أخوة شعرنا الله ما سخيت بكم وحسيت براسي بحلقالس في الدار دياني وما يلازع ما الدار دار وما لفصلا بدل لا تشي حاجة ما بدل نخليل لك أبتشي دغنيمو الناس اللي كي تشجعوك الناس اللي كي يبغيوك لفعن ديالك و الجمهور ديالك كنت بغي تقول ليوم كاملي كنقول ليوم بعدها أول حاجة شكرا بزاف على التفاعل ديالكم وعلى المساجات ديالكم اللي كي وصلوني وعلى الزعمال لكومنتر ديالكم ودوك شي مع الأغنية أرافر رحتوني بزاف 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 وزادني زعمة واحد الشحنة باش نزيد نخدم وأنا كان وجد واحد المفاجأة في رمضان إن شاء الله نخرجوا أغنية اللي كنت منها تعجب الناس و ستعجبهم إن شاء الله أكيد بمناسبة ديال شهر رمضان أمورا شهر رمضان ديالكت معاوك إن كنا مفاجأة أخرى دونك خليكم معي دائما غمقا ختمحتكم كتشجعون شكرا لك بزاف مادية مرحبا بيك دائما دارداركم ممكن تجمعون تسمعون أهلا شهداء شكرا سلمو اللي كانت معنا في الإخراج شكرا لهداء شكرا لكم كاملين اشتركوا في القناة إن شاء الله بسلام عليكم